نفذ مشروع مسام لنزل الألغام في اليمن عملية إتلاف لأكثر من 1661 قطعة غير منفجرة في منطقة دوفس بمديرية زنجبار التابعة لمحافظة أبيان وتمكن مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ انطلاق المشروع وحتى الآن من نزع أكثر من 465882 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوى ناسفة زرعة ميليشي الحوث الإرهابية في أغلب المحافظات اليمنية التي شنت عدوانها عليها ويعد مشروع مسام من المشاريع الرائدة التي تحظى برعاية كريمة من قيادة المملكة العربية السعودية والهادفة لنزع فتيل الموت المتربص باليمنيين حيث أسهم المشروع في تطهير مناطق واسعة من المزارع والطرق والمنشآت من الألغام الحوثية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 مليون و 781 ألف متر مربع من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات النهسفة وتواصل الفرق الفنية التابعة لمشروع مسام جهودها لنزع الألغام وإنهاء خطرها الذي تسبب بوفاة وإصابة الآلاف من اليمنيين طيلة السنوات الماضية اشتركوا في القناة